بس النورة جميع من مجموعة اختار كرت بعض الاسئلة جدتنا طبعا انا عندي سلسلة معينة بدي امشي عليها ولكن اجاني سؤال هو على طول بيجيني كل سنة وكل شهر وكل يوم وكل اسبوع بس هلأ بال 2021 قبل الفالنتاين حبيت اني اطرح هذا الموضوع وهو ما هو شعور الحبيب تجاهي او كيف يراني الحبيب هن اتنين ضمن نفس السؤال لانه شعوره تجاهك او كيف براكي او شعوره تجاهك او كيف تراك هو نفس السؤال ونفس الجواب رح ناخد ست اختيارات خلينا نشوف ما هن الاختيارات شوفوا بنهاية الفيديو اذا كان في اي تعليق بدي اقولوا كيف يراكم الحبيب او شو شعوره تجاهكم هل بحبكم هل يبتعد عنكم هل ما عنده نية تجاهكم هل هناك ممكن يكون في ايجابية لزواج او هل يفكر فيكم بطريقة جدية او هل انتم بحاجة الى التغيير يمكن حتى ينتبه لكم عملوا اشتراك شعور لايك سبسكرايب على اجرس ليجيكن اشعار البست المباشر اوكي فاذا بداية عنا الحجر المرقت عنا حبيب على ما يبدو هون التفكير بها العلاقة منتهي اما تاركين بعض او انتم مع بعض بس ما في مسكرا الطريق مسكر ربما كان في خلافات كتير او ما في حب كتير كبير صراحة الحبيب ما عم بيفكر كتير اوكي جايز وقف عن التفكير جايز العلاقة منتهية جايز في انفصال حصل او الطريق مزدود هذه هي ممكن تكون الحالات اللي عم نشوفها بالنسبة للمجموعة الاولى والتفكير انه ما في حلول او نسكر الطريق والافضل هو الرحيل او الانفصال او نسيان هالعلاقة او تركها فاذا انتو تركين هالشخص بس عم تفكروا فيه او منتظاره او هو منتظركن وانتو ما بتكون اياه كيف ما كانت الظروف بالنسبة لهذه العلاقة ما في صراحة امالي كتير ام والشخص يعني منه مقتنع منه مقتنع جايز يكون برجه مائي جايز يكون برجه هوائي او بيتصرف كأنه برجه مائي غامض غيور ساعات بتشوفو غيور ساعات بتشوفو غامض ساعات بتشوفو مرح ساعات بتشوفو قاتم بس ما في شك انه العلاقة كانت صعبة ربما حتى من شالت عن الارض يعني فالجواب هون ما في شي حجر اللازلت كيف يراني الحبيب او نوع العلاقة اه صراحة جيدة اه بحترمكم كتير انتم في مركز عالي او سامي اه هناك احترام هناك تبادل في العواطف هناك نوع من المشاركة الجيدة او على مستوى او قيمة عالية جيدة ايضا فاللي عم شوفو بس انه في عدم اكتمال ربما انتو بتحسو انه انتو اعلى منه اذا انتو كنتو الناس اذا كانت صبية اللي عم تقرى هايدي لحبيبة فانتي بجوز تحس انك اعلى منه او افضل منه واذا كنت رجل بجوز انت تحس انه هي اعلى منك او افضل منك او ربما لازم يكون في اشياء تقدر تقدمها لهذه العلاقة ربما كمان ممكن يكون هي افضل ولكن الاهل شايفين حالا فمع انه في حب مع انه في احترام مع انه في وضع جيد بس بجوز ما تتقدم العلاقة الى الامام فيها طلبات كثيرة اما كيف يراني الحبيب يراكي او يراك في وضع جيد المجموعة الثالثة حجر الاماثيست كيف يراني الحبيب جيد جدا او ربما تكون في البداية او ربما تكون الى فترة عم تمشوا الى هداف حابين توصلوا الى مطرح معين وهذا المكان ممكن يوصلكم الى اهدافكم اذا كنتوا حابين تكونوا سوا او تعيشوا سوا او تتجوزوا بعض او ربما تزوجتوا وانتم في العلاقة وفي ارتباط قوي بيناتكم لا يزال هناك جاذب قوي صحيح انتو اتنين شخصيتكن قوية شخصيات قوية تتضارب احيانا ولكن في نوع من الترابط في نوع من التلاحة في نوع من قبول الاخر في تكافؤ ربما عقلي فكري اجتماعي مالي معنوي علمي دراسي شو مكان علاقة جيدة والحبيب يراكم مكان كفء مكان ثقة اهل الثقة اهل المحبة بحاول يشتغل ليحسن من امر هذه العلاقة بالتوفيق لجماعة الاماثيست جماعة الافنتورين كيف يراكم الحبيب بهذه العلاقة؟ مش عم بيشوفكم انه انتو على المستوى العاطفي اللي عم توصلوا فيه الى مطرح ما هو واصل بجوز هو عم يعطيكم حب انتو عم تعطوا عدم اقتناع بجوز عم يعطيكم حب انتو لسه عم بتنقوا او عندكن شوفة حال او مش مقتنعين او بجوز انتو اللي عم تعطوا حب وهو شايف حاله بس هي العلاقة عنه السؤال عن كيف يراني الحبيب فانا شايف انه هو بيشوف انه هو عم بعطي مبحث بالحب الكافي ما في شك انه هو من النوع العنيد والغيور شوي والاناني ولذلك بده بعض الامور تكون واضحة بشكل اكتر تغنيج اكتر تدليل اكتر اهتمام اكتر اه يعني هو شوي اولد فاشن او خلينا نقول سي السيد يعني فاحساس انه هدا ليس كافي ما عم تعطوا كفاية علما انه هو ما عم يعطيكم اشباع ايضا فممكن توصلوا لشي بس بتكون تعدوا مع بعض تكون تتفاهموا بتكون تحكوا تكون تفتحوا حوار فاذا تركوا بوقت من الاوقات او فل ما كان في حوار فبتكون تفتحوا هذا الحوار بالتوفيق لمجموعة الافنتورين مجموعة السنستون او حجر الشمس هاي العلاقة غريبة شوي غريبة فيها صدمات كتيرة اشياء غامضة كتيرة جايز الشريك او الحبيبة او الشريكة او كيف يراني الحبيب الحبيب صراحة ما شايف قدامه اوكي عنده مناطق يتلها فيها عنده مشاكل خاصة انتو بتحسوا انه لا هو لقطة او هو كويس او هي لقطة ولكن صراحة لا مش هالقد مشاكل كتيرة عندهم عندهم اهواء كتيرة مزاجيين ربما عندهم مشاكل بالشرب بالمخدرات بالناركاريكس بالإدمان على الجنس يعني عندهم مشاكل كتيرة غير واضحة مش عم بشوفوا حدا قدامهم وغالبا بروحوا مترح ما في له مترح ما في اهتمام مترح ما في مجموعات كتيرة تعطيهم عطاء اهتمام تركيزهم مش على الحب والعاطفة بات بذات الوقت شطرين فن المغازلة فن التوقيع بيوقعوكن بيسمعوكن اللي بدكن تسمعو بيلولكن الكلام اللي بدكن يا حبيبي بروحي وعيني وقلب وكل هاو دي بس عنده التنفيذ للأسف يعني بضيعوكن بفوتوكن من مترح بروحوكن من مترح ممكن يكونوا برجون الحوت ممكن يكونوا عقرب ساعدون حوت او اسد ساعدون حوت ممكن يكونوا حتى جوزاء ساعدون حوت يعني في عندهم مناطق او منطقة في الحوت الحوت بيورجيكن شخصيته حلوة بيورجيكن انه هو حنون هو حنون هو حبوب هو بحب يكون صادق بس بذات الوقت بيتلها يعني بروحهم بيتلها حدا بيتصل عليه بيكون وعدكم بشي حدا بيتصل عليه بروح بينساكن فهيك هاد العلاقة هيك حاضر ومش حاضر موجود ومش موجود بحبني او ما بحبني او قات بتنسوا بيركد لعندكم بدي ايكم بدي ازدوجكم بدي اعمل مستقبل بدي 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 انتبوا لان بيروح عليكم الفرص اللي ممكن تحصلوا عليها بالتوفيق لجمعات وسبحان الله تلاع لكم حجر الشمس يعني اقوى حجر وكوكب الشمس كوكب قوي يعني اذا متطلع بالشمس كتير بيحترق نظرنا فهي الشخصية مثل الكوكب الناس كلها بتحبها الناس كلها بديها ذات الوقت ممكن تحرقنا واخيرا حجر ال eye of the tiger او عين النمر هون بيشوفكن جيدين في اهتمام في محبة احيانا بيوعد ما بيوفي احيانا بتغير احيانا انتو بتتغيروا بتتقلبوا بتعصبوا بيتلع خلقكم بيحاول يرديكم ترجعوا انتو تردوا هو بيعصب ففي قوة كبيرة هون احيانا ما في تكافؤ بالقوة ولكن في اعجاب في اعجاب في انتباه في الجذاب في في شيء بيجذبكم لبعض ممكن تكونوا اقرباء اصدقاء ستكون زمام تعرفوا بعض من عائلة ممكن تكونوا متزوجين ولكن في صراع قوة اوكي فاذا بتكون هالعيلة او هالعلاقة تكتمل بتكون تعدوا تحكموا مع بعض بتكون تشيلوا صراع القوة بتكون تغيروا امور كتيرة يراكم الحبيب انو انتو الند للند يعني اذا هلأ ما بلشتوا هيك فيما بعد لحتبلشوا وهنا بينجزبوا بينجزبوا للشخصية القوية بينجزبوا للناس الاقوياء فبينجزبوا لقلكم برجعوا بعدين بلاقوا انو هاي مشكلة شو بنا نعمل هون فهذا هو اللي صعير لذلك يراكم قوين الشخصية اقوية ينجزب لقلكم بذات الوقت امرار بيهرب منكم ففي حضور وفي كرن وفرن وحضور وعدم حضور غياب واقتراب وهكذا اكتبوا لي بالتعليقات شو هو اللي عم بيصير مع هاي المجموعة تحت المجموعة الاخيرة والمجموعة اللي قبلة حجر الشمس وحجر ال eye of the tiger very interesting يعني فيهم اشياء شوي غريبة فبليز اكتبوا لي بالتعليقات ازا عندكن الوقت تفاصيل شو اللي عم سير معكم لش عم سير معكم هاي شكرا كتير للكم ما تنسوا تعملوا الاشتراك والشير واللايك وان شاء الله بشوفكم قريب تصبحوا على الف خير باي